شهر ينقضي على مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الارهاب لدولة قطر ورغم سعي المملكة والامارات ومصر والبحرين لاحتواء الازمة اذا استجابت الدوحة للمطالب العادلة لدول الجوار الا ان الاخيرة لم تكن ابدا على المستوى المطلوب على الاقل لانقاذ الشعب القطري من تبعات الازمة وتقديرا للوساطة الكويتية الكريمة بل كان الرد القطري ساذجا وخاليا من المضمون وتتعدد الوساطات التي تقوم بها دول غربية لحث قطر على قبول مطالب الدول الداعية لمكافحة الارهاب والتوقف عن تمويل ودعم المنظمات والكينات الارهابية وهو الملخص لاحتاث اي اختراق في طريق عودة الدوحة الى حاضنتها الخليجية ومحيطها العربي ولا يبدو ان هناك حلا قريبا للازمة مع استمرار قطر في سياستها الداعمة للارهاب وهو ما كشفت عنه الاحداث مؤخرا حيث تشير اصابع الاتهام الى الدوحة التي اعتبرها المراقبون مسؤولة بشكل مباشر عن العمليات الارهابية ضد قوات الجيش المصري في سيناء ردا على استضافة القاهرة لاجتماع الدول الداعية لمكافحة الارهاب الاربعاء الماضي ولا تستهدف الدوحة مصر فقط بل سعت ايضا لزعزعة استقرار وامن المملكة وهو ما كشف عنه وزير الاعلام عواد بن صالح العواد من ان قطر تدير 23 الف حساب معاد للمملكة العربية السعودية في موقع التواصل الاجتماعي تويتر واضاف العواد ان قطر دعمت حسابات عديدة بتويتر تدعو الى تظاهرات في المملكة في شهر ابريل ويونيو الماضيين وليس هذا غريبا على الدوحة التي مارست نفس الدور في الامارات العربية المتحدة وتمضي الدوحة غير عابئة بالامن والاستقرار في الخليج العربي لتتحالف مع ايران من اجل تقليل الخسائر التي لحقت بها جراء المقاطعة حيث نقلت تقارير صحفية نية طهران اقامة خط بحري مباشر من ميناء بوشهر الى قطر خلال الاسبوعين القادمين في خطوة من شأنها ان تقوض افاق التواصل الى تسوية للازمة في المدى القريب اشتركوا في القناة